يا صباح الفل ازاي ايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير فيديو النهاردة فيديو حاجات كتير استخدمتها واشتريتها مؤخرا وعجبتني عملتلكوا قبل كده فيديو مش عارفة على قناة دي والقناة التانية الحاجات اللي هي مش حلوة واستخدمتها مش حلوة وصراحة ما عجبتنيش حسب لكم اللينك بتاع الفيديو ده والنهاردة الحاجات اللي انا استخدمتها عجبتني جدا فاول حاجة معايا وهي بجد بجد انا اتفاجئت اللي هو حلوة قوي دول بصوا بقى ده عبارة عن ايه ده عبارة عن الغطا دي طبعا انتي بتشوفيهم كل حتة بيتباعوا انا جبته من هيو بس كان تقريبا اهو بسبعة جنيه تمام هو رخيص جدا انا بقى كنت جايبة حلة جديدة ووريتها لكم قبل كده اللي هي بتاعت الاهرام غيرت الحلل وجبت حلل جديدة بس الحلة وقعت من على البوتجاز كان فيها حدثة يومها يعني غطى اللي هو باب البوتجاز وقع فوقع على الحلة الحلة اتضغدغت يعني الغطا بتاعها اتكسر حاولت اركبه مش عايز يركب فقلت طب ماشي اجرب اجيب ده عايز اقول لكم ان دي تلعت حواليكو دلوقتي هي بتتعامل ازاي طبعا بتحطي كده المصمار كمام بتحطي المصمار انا عايز اقول لكم اللي انا في واحدة برضو عندي الغطا تكسر الايدين بتاعت الغطا تكسرت غيرتها عند في واحد في باكوس اللي هو بيصدني السككين كنت قالي لكم عليه قبل كده غيرتها باربعين جنيه عمل لي غطى للهنا اللي هو ده عملهولي باربعين جنيه انتم متخيلين قلت له ليه قالي لا اصي الغطا او الايدين دي بتاعت الغطا مستورادة والحاجات دي والروايات وكده فطبعا انا استغلتها جدا عايز اقول لك اللي ده بسبعة جنيه بصي بتحطيها وبيتعملي بس كده بالمفاك اهو انا عايز اقول لك اللي هي عجبتني جدا جدا بصوا ثابتة وجميلة اهي ماشاء الله وكمان حتى تحس اللي هي عاملة كنتراست مع الغطا فحلوة جدا 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 انصحكم انتم تجيبوه بسبعة جنيه ده لو جبتي تلاتة اربعة وخليتيها عندك لان على طول الغطيان بتقع في المقبض بتاعها بيتكسر شايفين اهو في من له كمان الوان بس انا حبيت ده تمام دي اول حاجة معينا وكانت بسبعة جنيه تاني حاجة معينا انتم قبل كده قلتولي على دي اللي هي غالية العصارة عايز اقولك العصارة دي ما شاء الله هي كانت انا جايبها بتمانين جنيه بس طبعا اكيد زمانها غلية العصارة دي حلوة جدا 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 بجد يعني اه هي غالية شوية بس بتعصلك اللمونة كامل وتقيلة كده وحلوة غير العصارة اللي بتكون خفيفة فبرده يعني ما تستخسرش وجميها بتقعد معيك العمر يعني ربنا يدينا العمر طبعا مقشرة ايكيا سألتوني عنها كتير وقلتلكوا عنها كتير بس بتساءل عنها كتير جدا كل ما بتشوفوا فيديو بيكون بقشر بي حاجة قلتولي تقولولي يا غدا دي ايه المقشرة دي من ايكيا حلوة قوي قوي في منها دي وفي منها اللي بقى ديها بلاستيك او في منها كمان اللي هي العريضة حلوة قوي يعني الخامة بتاعة ايكيا في المقشارات حلوة قوي تمام طيب عايز اقول لكم بقى حاجة تانية انا دا بعنا دي كنت ام صورها لكم قبل كده تمام حواريكم دلوقتي انا عاملة بها ايه? وحطتها ازاي? دي بقى رائعة رائعة بجد. تمام? بصوا بقى يا بنات اهيي بصوا ان انا عاملة ايه? حطاها هنا على التلاجة بس انا حطيت ايه? طبعا هيا دي تحط فيها اي حاجة رول اي حاجة احطها اتنين على التلاجة. هنا بحط رول الزيت او اي حاجة عايزة تحطيها رول او اتنين كلينكس عادي. بس انا بحط بقى ايه? يعني ايه? حتة السوليتاب كده صغيرة شفافة علشان برضو احتياطي. بصوا وبروح حط هنا المناديل اهي. وطبعا انا دي لسه جديدة بفتحها وبعمل منها عادي. بصوا اهي. وتشدي كده عادي وتشديها. كمان حطاها في الطويلات. حط عليها برضو الرول المناديل في الطويلات. عايز اقول لكم هايلة لان بتاعت الطويلات الكسرت. بس حلوة جدا جدا. الاتنين كانوا بعشرة جنيه. ودي حتى بصوا حطاها من غير سوليتاب اهي. وجام ده مفيش اي حاجة. فاللي عايز حاجة زي كده بدل ما تحطي على الرخامة وكده لا حطيها على التلاجة. بتبقى وعلى السراميك بتبقى حلوة جدا جدا. كمان يا بنات ده. جربت ده. بصوا بقى. ده. ده انا جربته بس برضو كنت حطاله في الاول سوليتاب كده بس عايز ا اشيله قلت احتياطي عشان اول ما يلزق اشيله. آآ ده حلو بصوا بصوا اللازق بتاعه طلع حلو جدا جدا جدا. بس بس انا حطيته على الازاز ما في الاوضة ما يعني كان ضعيف معي. هي هي حطيتها شلتها وحطيتها هنا على الدولاب والدولاب هنا عند مould المتال. حطيته هنا على الدولاب العليمي التال كان تمام حلو زي ما اهو. زي ما انتوشايفين من غير من غير اي حاجة. اهو. بصوا جامد جدا جدا جدا. هتحطيها على التلاجة من الجنب وستعلاقي فيها حاجات حلوة جدا. على الدولاب العليمي التال حلوة جدا. ما جربتهاش على السيراميك وفي الازاز معجبنيش. فانا برضو اللي جربها على السيراميك يقول لنا في التعليقات. بس العلقات دي تحفة بجدد. علقت عليها بقى كل حاجة بصوا عايزة علقها عليها. اي حاجات رفايع كده بتتعلق عليها حلوة جدا. تمام? دي كمان حاجة معي عجباتي. سألتوني يا بنات عن الجوانسي السليفاني. تمام? اللي هو للسخن. ايه الانواع الحلوة? ده عايزة اقول لكم اللي هو هايل جدا. ده اللي هو مبطن من جوا. زي ما انتم شايفين. انا كنت اجابها من فترة كبيرة. كان رخيص. بالوقتي طبعا اكيد اكيد غيلي يعني. ده يعني مش بيوصل الحرارة خالص. مبطن من جوا. بياخد ايدك يعني بصي. بياخد ايدك لغاية فوق. لان طبعا احنا بنتحرق من هنا عايزة جدا. فده حلو قوي. لازم تلبسيه وانت بتجيبي حاجة من الفرن. حتى شغالي الفرن طبعا من ايدك بتبقى لمسة اي حاجة سخنة. فبصراحة ده عجبني جدا جدا. ده هاتي وانت مغمضة ومفوش اي مشاكل. اتسألت عالك كتكوت ده. قلتولي يا غاية ده اه ده انا قلتلكم اللي انا جايبها من شيء ان? بس اكيد موجود هنا. ده بالنسباني مفيد جدا جدا جدا. بخلصه بحطه في العلبة بطاعة بخافي اللي هو يتكسر. ده اللي هو بيرن بتزبطي كده بيرن اول اكلة مسلا تديها ربع ساعة تديها نصف ساعة تديها زي ما انت عايزة وقتها. يرن علشان يفكرك. بتخديم حكي في ايدك بقى وانت تطلع من المطبخ تحطيه بقى. هتعودي بقى. هتعملي اي حاجة في قوضة. تخديم عايكي. اول ما يرن هتسمعي وتفهمي وتتذكري ان فيه اكل على النار بدل ما يتحرق. انا بصراحة معي ده حلوة قوي قوي قوي. عجبني الاختراع ده. علشان دايما جنت بحرق الحاجة. طيب بصوا بقى. اه دي بقى تابر وير. تابر وير ايه? ليل جربتها كتير بقى لي سنين بجربها. ليل انا جايبها بصراحة هي مفروب بتاعة السكر اللي انت تفتحيها وتنزلك معلقة معلقة. انا ما حبتهاش للسكر او ما جربتهاش للسكر. جايبها اللبن الباودر. اللي هو اللبن البودرة يعني. انا جبتها وكل شوية لما كان يتأخر عندي شوية شوية لبن باودر كده ويفضله. لازم بيبوز وتحس اللي هو اللبن يفصل عن الشاي والكلام ده. دي بصراحة هيلة جدا جدا. مهما حط فيها لبن بودرة. ويقعد ما بيبص خالص. فبصراحة دي عجبتني جدا جدا وبعد كده برضو هتعملي شاي بلبن هتعملي كده اتوهي حتى معلقة معلقة حلوة قوي. اختراع جميل جدا عجبني. ومهم بالنسبالي. وما بقتش استغنى عنه. خلاص اللبن البودرة عندي خلص. هجيب احط فيها. واسبها اه استعملها بيبقى زي الكل. اه كنت صورتلكو دي عايزة برضو اقورها لكم عملي اللي قلتولي عليها لدي اللي هي جبتاها من شيئين اللي هي فيها كده اه حاكتين. فيها هنا ممكن تحطي موس كده زي ما انتم شايفين. وممكن تحطي بلاستيك. عايزة اقول لكم اللي هي بتطلع البوية اللي في اي مكان بتطلع الدهون في سواني. بصوا بصرا يا بنات اهو ده الشارع اللي بره اهو. ده شباك كان متبايد لسه جديد بصوا. اه زي ما انتم شايفين البوية. بس مجرد انت تعملي كده. زي شايفين? كله بيطلع معاكي في سانية. اي بوية اهو. انا كنت مش عارفة طلع البوية الرفيعة دي ازاي اللي هي في الشباك. وتعبتلي ايدي جدا. جبت ده بصراحة افتحت جدا زي ما انتم شايفين اهو. اي حاجة بتطلع معاكي على طول وفي سانية واحدة. اه عجبني اعجبني جدا جدا وده شكله من شيء اني. بصوا يا بنات وديه حتة كبيرة اهي. اهو. شايفين? بصوا كله بيطلع ازاي. بجد هاي لا عجبتني جدا جدا. طبعا يا بنات الفرش دي انا اه جبت منها واحدة واستعملتها وجبت التانية رخيصة جدا بس سبعة اتنين بس مفيدة جدا جدا. والفرشة برضو الرفيعة دي كانوا من عند هي وبس عايز اقول لكم اللي هي بجد آآ رهيبة. ودي علشان اليد بتاعتها كده. حلوة جدا. وليها كمان جروف تغير. بتلمي بي الحاجة. دي برضو الفرش دي حلوة لازم تكون عندك حلوة جدا جدا. كنت بقى حابة اصور لك الصفاية. الصفاية بقى دي تحفج. بصوا. ده الحود اهو. هي بتدخل جوه الحود. اهو ده حود. هما اتنين حود. بتدخل جوه الحود. وما بتخدش معاك مساحة. وطبعا بتصفي الاطباب. وبعد كده انا بشيلها كل يوم. وبخسلها كلها وبعقامها كلها. دي برضو كانت عندي. وكتب قبل كده وردها لكم. دي انا ايه? خليها كده على جنب. بحط فيها المعالق زي ما انتم شايفين اهو. ودي الصفاية. وطبعا بعد كده بتلاقي فيها اي حاجة بتشليها عادي. بتتشل سهل جدا وبتخسليها وبتعقميها وتحط فيها الموعين بتاعتك بعد كده عايزي. عايز اقولك دي احسن حاجة نتعلمي لانها مش اهدا مكان. طبعا الاتنين حود مش بنستخدمه كتير. احنا بس ايه? بنخسل في واحد وبحط هنا الاطباق في التاني. اه يارب يكونوا عجبتكم الفيديو. يارب يكونوا استفدتم من حاجات اللي انا جبتها. دي انا جبتها من المنشية كانت بخمسة واربعين جنيه حاجة او اربعين جنيه حاجة زي كده. اه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. باي باي.